السلام عليكم ازيكم يا احلى بنات في الدنيا اخبركم ايه يا رب تكونوا بألف صحة وخير النهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا بتعني منها كتير من البنات والستان مشكلة اسمرار المنطقة الحساسة وبين الفاغدين انا كنت عملت معاكم هنا في القناة قبل كده وصفة لتبييد الاماكن الحساسة والوصفة فعلا ممتازة جدا وبنات كتيرة جدا عجبتهم وجابت معاهم نتيجة هايلة وفي بنات كتابولي في التعليقات عايزين وصفة ما يكونش فيها لمون علشان عندهم تحسس من اللمون حابق اسيب لكم على فكرة حابق اسيب لكم اللينك في صندوق الوصفة عشان البنات اللي ما شافتش الفيديو هو وصفة فعلا ممتازة وفعالة ووصفة سريعة جدا جدا في الطبيب بس البنات اللي عندهم بشرتهم حساسة وعندهم تحسس من اللمون طبعا مش بينسبهم موضوع الفيديو الاولاني علشان كده انا بقدم لك النهاردة الوصفة من غير لمون خالص وصفة فعالة جدا مجربة والله هي بنات وصفة وهمة تحفى بجد خيالي هتستعمليها بنفسك وحتجربي وحتعرفي ايه ادي انا فعلا كلامي مزبوط الوصفة دي سهلة جدا ومن مكونات بسيطة وموجودة عندنا في البيت وانا متؤكدا ان الوصفة دي هتعجبكم على فكرة الوصفة دي نقدر بردو نستعملها للركب ولأي مكان عايزة تبيضي زي الركب والكوع تحت الابتين بين الفاخدين والمنطقة الحساسة طبعا يلا بسرعة نشوف معانا ايه هي المكونات انا كل اللي هحتاجه بس هو هنحتاج زيت لوز حلو وهنحتاج كمان زيت خروع وهنحتاج الجليسرين طبعا الجليسرين ده لازم يكون نقي بيتجاب من الصيدلية والزيوت دي عايزك تجيبيها من العطار او من مكان تكوني واسقة منه ما نجيبش اي زيوت يا جماعة لانه ممكن تديك نتيجة عكسية لازم تكون من مكان كويس وهنحتاج طبعا الفازلين اي فازلين طبي بتجاب برضو من الصيدلية يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة معانا ازاي انا اول حاجة هاخد معلقة من الفازلين الطبي وكمان هحتاج معلقة من كل من الزيوت اللي احنا قلنا عليها هناخد معلقة من كل حاجة هاخد معلقة دلوقتي من زيت اللوز الحلو حوالي يعني معلقة وعايزين كمان معلقة من زيت الخروة وكمان عايزين معلقة من الجلسرين هعايزة كمان احط حاجة اختياري يعني هنحط زيت الورد يعني نقطتين تلاتة كده يفضل زيت الورد طبعا معروف زيت الورد بيه قد ايه هو بيفتح المناطق الحساسة وكمان معطل لان احنا وصفتنا هي تفتيح وتعطير وكمان تنعيم المناطق الحساسة او اي حاجة عايزة تبيضيها في جسمك زي الكوعب الركب زي ما انا قلت وبين الفاخدين طبعا انتي هتقلب المكونات دي كويس جدا جدا وهيبقى عامل زي الكريم على فكرة تقدري تعملي كمية وتحتفز بيها في التلاجة طريقة الاستعمال انت هتدهني المكان اللي انت عايزة تفتحيه سواء مكن حساسة او غيره هتدهنيها بالليل قبل النوم ايه الوصفة دي بنات والله هتستعمليها هم تلات ايام هتديك نتيجة روعة بوسي هو بيعمل زي الكريم كده روعة بجد لو انت عندك الاسمرار شديد جدا تقدري تستمري عليها لحد عشرة ايام باقصوها يعني من اسبوع لعشرة ايام بتفضلي تقليبي كده الحد ما يصبح عبارة عن كريم طبعا بيشيله في التلاجة عشان ايه تقدري تستعمليه كل يوم بالليل قبل ما تنامي هتدهني اوكي اه الوصفة دي بنات وصفة سهلة وجميلة ومتجربة بالنسبة لزيت الورد هو زيت اختياري يعني اه ممكن تقدري تحطي اي نوع زيت عطري او ممكن ما تحطيش بس عشان تبقى الوصفة تبيض وتعطير في نفس الوقت وبتدينا كمان اه النعومة اه الوصفة دي يا جماعة والله بنات كتيرة جدا جدا مجربينها اه وصفة فعلا اه بتدي نتيجة سريعة زي ما قلتلك هم تلت تيام اه حاولي تجربيها تستمري بس تلت تيام مش تجربيها يوم وتقوليلي اذا ما عملتش مفعول لا لازم تستمري على الاقل تلت تيام ولو لقتي لسه في اسمرال لو عندك اسمرال شديد جدا جدا استمري من اسبوع لعشر تيام اه انا بشكركم يا بنات على الكلام الجميل اللي انتو بتكتبوه في التعليقات اه وعايزة اقول لكم انا مستنية رأيكم في التعليقات اه ياريت تقولولي رأيكم اه وبشكركم و باي باي